فاتك كمان سعاد حسني فهو وهي يعني كان ليكي حظ يعني زي فتن حمامة سعاد حسني إيه اللي ممكن حركة تقولهن عن سعاد حسني إحنا ما نعرفهوش سعاد حسني كانت صاحبتك برضو في هي وهو صح؟ آه سعاد جميلة بس لها مجتمحة الخاص يعني من دمكتوش كأصحى زي سميحة وفاتك يعني ما بقيتوش فاتن اندمكت بقيت تجيلي فاتن ليه كانت أخت سجنة بستة كتوبة كل ما تزور أختها تعجي عليها يعني حريكو أستاذة سعاد ما بقيتوش صحاب لا بس لما كنت بتشتغلي معيها بمشتغل أنا مع الشغل أيوة في الستوديو كنت بتشوفي شخصية عاملة زي يعني حبها زي للفن للتقمص للتفاصيل في الشغل بحبها زي يعني بحب كل اللي بيشتغل معي إيه اللي ما خليكيش إنتي وسعاد حسن تندمجه هي لها مجتمع خاص بيها إيه هو المجتمع الخاص؟ معرفش لأ يعني يعني هي ما فكرتش تقرب آه يعني هي كان تخلص وتجري ومعاها حد أختها سعادة كبيرة دي بتقف معاها في الستوديو على طول تقلع وتلبس وتمشي عشان عندها حاجات تانية عندها حاجات تانية فما مدتش الوقت إن هتعرف عندها مجناش عندها مكتوش حب حضرتك شاركت في الجزء السادس بتاع ليالي الحلمية اللي ما كتبوش أستاذ أسامة وكتبو عمر محمود ياسين حسيت بغربة حسيت بإيه؟ يعني أولا حسيت إن إنتي في عالم أسامة عمر وكش حضرتك شاركت الجزء السادس من ليالي الحلمية ده ما كانش كان بول أستاذ أسامة حسيت بغربة حسيت بغربة حسيت المخرج لما عرض علي المخرج وفيق وجدي مش ما كانش أسامة اسمعيل عبدالحافظ آه ما كانش عبدالحافظ فعرض علي قلت له هل ينفع أنا ألعب دور مكان محسنة إلا أن كانت محسنة هي اللي بتلعب الدور ده فقال لي أنا مقتنع وهتعمليه حاولت أعمل شخصية قريبة من شخصية محسنة يعني البس لبس يشبه اللبس اللي بتلبسه والمنجيل لبسته كده وبقت إيه؟ رزينة شوية في كلامي عشان أبقى قريبة ما يبقاش بعيد قوي عن محسنة في اللي قبل كده بس حسيت باختلاف راضي عن الدور؟ عن الكتابة مختلفة يعني أنت حضر يعني المالك هو اللي كتب هو العمل اللي حلمية فالتلميذ الزغيرة ما بيعمل حاجة بتشجعي مختلف ولكن مسايد يكتهد يكتهد ولكن ليس محفوظ عبد الرحمن لا طب أنا سكسوائل مين غير سميحة أيوب صديقة ليكي في الوسط؟ صديقة صديقة زي ما أنت كده بتقول من الوسط الفني؟ آه سميحة أيوب بس معقول كل السنين دي والتاريخ ده والناس الكتير قابلتيهم من أيام زمان وسميحة أيوب بس هاي اللي ثلاثة ديها؟ آه ليه؟ إحنا اللي اندمجنا في الحياة الشخصية لكن البقيين كله له اتجاهاته مفيش حد قرب مني هي اللي حميتني الأول فأنا قربت منها لأيطة برحيبة جدا وكان محوظ عبد الرحمن تلميس سعد الدين واحدة فكنا بنروح إحنا الاثنين طب أنت ليه ما كانش بيستهويكي فكرة أنك تحضري مناسبات حفلات؟ يعني أنا مادرة ما لقيكي في صورة غير مهرجانات دولية ورئيسية يعني يحضرها حد مسؤول لكن التجمعات الشخصية الأعياد الميلاد السوشيال ميديا لا ما برحش ليه؟ أيو أحكي لي أهلي أي أهلي بعمل إطار لشخصيتي يعني ما توجدش كثير في كل مكان ما روحش أي مكان ده تعليمات محفوظة ليه بقى قالك ليه ما تروحش في أي مكان لا قالي لا اجتماعات الفنانين اللي بيبقى فيها هلسة أحيانا وصحفيين يكتبوا اللي بيحصل لا ما تروحيش إلا المكان اللي إحنا واسقين هو عملك إطار وإمج حدك بتمشي فيه طب هل إن حدرتك عملت أدوار أم عظماء وشخصيات تاريخية وشخصيات دينية ده اللي ما تخلاش حدرتك تعملي أدوار توصف مثلا إنها جريئة ولا دي قناعاتك الشخصية لا أنا بعد ما أعمل كل الأدوار دي ما أقدرش ألعب دور هلسة أبدا يعني بيتعرض علي معتزر طيب وإنت صغيرة كان ممكن تعملي لكن إنت ماشي بالمصدق ده من وإنت صغيرة من وإنت جاية مسكندرية إيه؟ من وإنت جاية مسكندرية إنت قرار أنك ما تعمليش أدوار هلسة بالضبط أنا عملي ما شفتك في دور هلسة بالضبط بالضبط بالصراحة يعني لأن ثقفتي كده ثقفتي أنا من القارئين يعني أنا وقرة كتير قوي وبعدين الأب كان أستاذ رياضيات في الجامعة والأم كانت برضي مثقفة فإحنا العيلة يعني لي أخت أستاذ التربية الموسيقية وأخت تانية دكتورة دلوقتي وأخوتي الرجالة واحد مهندس واحد آه فأنت جاية من خلفية ثقافية ما يفعش عملي أي كلام ما عملش أي كلام ومن الأول لما ابتدت أمثل كان دي تعليمات أبوي قال لي هتمثلي لما سلمت على عبد الناصر قال لي سلمي مثلي ما كانش موافق إن أنا أحترف تمثيل لكن لما سلمت على جمال عبد الناصر قال لي لا مدام الفن مقدر من رئيس جمال عبد الناصر عايز أشتغلي ممثلة ما عنديش مانا ما استختاري أدوارك حتى لو كان ده أثر عليكي مادياً يعني في أغنى منك لا أغنى مش مهم عندي الفلوس أنا موظفة بقبض مرتب شهري ماليش دعوة بالزيادة مكفيك يعني مكفيني الحمد لله مش عايز أكتر منك القناعة والرضا وفكرة حب الفن للفن وإن هو رسالة وإن هو قيم ده كان واضح إن هو سمة أجيالكو يعني الأجيال اللي حضرتك تلاتي منها واللي قبلها ويمكن اللي بعدها بشوية هم دول اللي كانوا بالنسبة لهم قيم وخير وجمال اللي هو المعنى الحقيقي للفن مظبوط فلكن قصة الفلوس دي مش هي القصة خالص لا أنا الفن بالنسبة لي عمل شريف جداً آه نبيل نبيل حاجة رفيعة المستوى جداً ومهتمة بيه قوي وقر عنه واتفرج على أفلام أسمع أنها كويسة وروح أحضر مصرحيات فالفن عندي حاجة جمدة قوي يعني حاجة عظيمة مقدرش أعمل بيه حاجة أنت حرفة أنا وأنا وأنت بتتكلمي كده أستاذ سميرة أنا أكتر حاجة مستوقفاني إيه أنت بيتمثلي حاجات كتيرة جداً في عقلي الباطن المرأة في وسط كل الموجود ومشاكل الحياة قررت أن هي ما تسبش شغلها لعزة نفسها لإحساسها أن هي قادرة على أن يبقى ليها إرشها فكرة دي أنت بمنطقة البساطة كنت متجاوزة من محفوظ عبد الرحمن أنت مش محتاجة تشتغلي أو أنت كويسة الحمد لله وراضية ومرضية لكن فكرة أنك تستمري في أنك تشتغلي عشان حتى تدخلك يبقى بتاعك عشان تكوني شخصيتك ده ما كانش ده مش سهل ناس كتير جداً لو تجاوزوا أقل من محفوظ عبد الرحمن يقولك أنا بقيت أنا بيه أنا بيه أنا بيه أنا بيه لا 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 أنا كان يعني أنا بحب الفن أساساً ولما تجاوزت محفوظاً تجاوزت محفوظ مدة كبيرة 30 سنة أيوة 34 سنة 34 سنة محفوظ عبد الرحمن كان عنده نفس الحكاية بيحب قوي الفن ده لكن في نفس الوقت معتز قوي كرمته ومش يعني فيه له فلوس عند ناس ما خدهاش لحد ما توفى وبعد ذلك والله ما كانش فلوس والله ما كانش فلوس ولما عنده قد ما حيطلع العمل كويس طب الناس دي ما راجعت لكيش الفلوس بعد ما هو توفى؟ ما سألوش بينا ما سألوش بينا حضرتك أسعدتينا ونورتينا وحضرتك نموذج رائع بجد احنا ممتنين ان فيه في مصر شخصيات كده طبعا ونجمات كده وناس حقيقية كده وجميلة كده فانت كل السعادة في وجود حضرتك والله مشكورة جداً ألف شكر وسعيدتي جداً بلتاكم احنا انبسطنا بالكلام الحلو اللي انت قلته لنا لان انا حسنا هو اطلع من القلب واحنا شايفينك النهاردة قوة كبيرة جداً مدرسك جي ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة وتبدأي من وراء حياتنا على طول أساس ساميرة وانتو كمان ربنا يا ربي يكرمكم